نستاذر حضارك ونرجع لأرض الملعب ثاني وازمنا كريم أحمد ولقاء مع الكابتن خالد أبو زينة مدير إداري الفريد فضل الكريم مستمرين معك كابتن هايسم ومع كل مشاهدين ومتابعة قناة الآلي في كل مكان اللواء خالد أبو زينة طبعا مدير إداري الرجال الكرة أو طائرة بي اللي نادي الآلي يكون معنا طبعا في هذه اللحظات مبروك طبعا نستطيعه وكل سلام طيب النهاردة عيد ملاذك عيد ملاذك سعيدوك وصان طيب يا رب إن شاء الله بإذن الله فترة رجال ما سأكتون خير بالنسبة لنا دي لك إن شاء الله أولا بنمسي على كابتننا العظيم كابتن هايسم وده أخ لنا وأخ فاضل ودائما معنا في الكرة الطائرة بالنسبة طبعا المباراة النهاردة إحنا كده قربنا على الانتهاء من الدور التمهيدي بأن مبارايتين المباراة اللي اتأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية هتبقى في اسكندرية مع اسكندرية للبترول يوم الثلاث وآخر مباراة يوم الثلاثين مع سبورتينج بكده هتصعد 12 فريق للدور اللي بعد كده وحيبتدي بقى الجد زي ما بيقولوا طبعا بحب أطمن كل الجمهور بالنادي الأهلي وحب أطمن مجلس الإدارة والنشاط الرياضي إحنا ما عندناش مش مهم إحنا بنادي المنافس احترام كامل جدا جدا في التحضير آه آه يعني بالنسبة لنا كل المباراة مهمة ف اللي جاي بالنسبة لنا بيبقى صعب فالما كنتش تبقى مهتم جدا بالفترة اللي انت فيها دي تمام بتتاون بعد كده فاحنا دايما متعودين ان احنا من بداية الموسم على قلب رجل واحد ما فيش خروج على المألوف والحاجة التانية اللي هي المهمة جدا اني الفرقة كل واحد عارف واجباته وعارف اختصاته احنا الحمد لله بفضل الله والفضل يرجع لربنا وثم مجلس ادارة النادي الاهلي بقادة كابتن محمود الخطيب حصلين على العشر بطولات في اللا اربع سنين اللي فاتوا بنستمر ان شاء الله بنوعد مجلس الادارة ان احنا ان شاء الله نحافظ على هذه الانجازات بالدوري والكاس وافركيا بإذن الله الفترة اللي جاية وبنوعد جمهور النادي الاهلي العظيم اللي امتبعنا على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي ان احنا بإذن الله حنحافظ على الهدف بتاعنا ده ان احنا نوصل لأعلى المراتب بإذن الله من التتويج في الفترة اللي جاية القناة النادي الاهلي طبعا لها كل الشكر حضرتك وكل العاملين اللي مع حضرتك انتو ملحقنا في كل حتة ولازم نشكركم ولازم نشكر القناة كلها ان هي متابعنا في كل المباريات وامتابع اللعيبة وامتابع الجهاز يعني اعتقد ان انتو كأنكم معنا يعني كأنكم شغالين معنا وكل الشكر لكم وان انتو بتنقلوا كرة الطائرة في النادي الاهلي للسادة المشاهدين ده شيء طبعا بيبقى له عائد على اللعيبة وعائد معناوي على اللعيبة وعلى الجهاز وعلى الفريق فنتمنى الخير للجميع ونتمنى التوفيق وربنا ورب يكرم النادي الاهلي في كل الألعاب ويوفق الجميع احنا ان شاء الله ربنا حيوفقنا بإذن الله عشان احنا كلنا نوايانا صافيا لله سبحانه وتعالى ان احنا ربنا يكرمنا العافو العافو بنشكر اكيد خالد على هذه التصرحات وان شاء الله بإذن الله بطولاته الجيدة واداءه وقال اكثر من رائع في هذه البطولة اللي ان شاء الله بإذن الله النادي الاهلي وتوج بهذه البطولة لتدخل دولة بطولات النادي الاهلي كزا منا كريم احمد بن قرد الملعب لشكرك شكرا جزيلا لقاء مع المدير الاداري كابتر خاد ابو زينة وزا ما حداتكم عارفين ان الشق الاداري مهم جدا طبعا عشان اي فرق تقدر تحافظ عن تشارتها اشتركوا في القناة